أهلا بكم مجددا أحبتي طالبة الصف الثالث في مقطع يوضح مادة الأسبوع العاشر والتي سوف نتناول فيها استكمالا للآيات الكريمة من سورة نوح إذننا سوف نبدأ ونبين أن هذه الآيات الكريمة عبرت عن استمرار سيدنا نوح في محاولة إقناع قومه بأن يعبد الله تعالى وحده عن طريق تذكيرهم ببعض مظاهر عظمة الله تعالى بالرغم من استمكارهم دعوته سوف يتعرف الطالب إلى معنى اسم من أسماء الله الحسنى ألا وهو العظيم الذي يدل على أنه سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال في كل شيء وكل ما في الكون يدل على عظمته هذا بالإضافة إلى تعرف الطالب إلى المفردات والتراكيب الخاصة في الآيات الكريمة المقررة دراستها والتي سوف تتناول قدرة الله تعالى على خلق الإنسان ثم قدرة الله تعالى على خلق السماوات وما فيهن وقدرة الله تعالى على البعث بعد الموت وقدرة الله تعالى على تهيئة الأرض للعيش فيها كل ذلك تناولته الآيات الكريمة من سورة نوح فبداية بيّنت الآيات الكريمة أن سيدنا نوح ذكر قومه بعظمة الله وبيّن أنه استنكر موقفهم من دعوته وعدم الخوف من عظمة الله تعالى ووضح لنا أدلة على عظمته سبحانه وتعالى منها خلق الإنسان في مراحل متتابعة فقد بدأ خلقه من لطفة ثم أصبح جمينا تام الخلق وأصبح بعد ذلك طفلا فصبيا فشابا كبيرا في العمر كذلك وضحت الآيات الكريمة قدرة الله تعالى على خلق السماوات وما فيهن كخلق سبع سماوات فوق بعضهن البعض وخلق القمر لينير ظلمة الليل الحالك وخلق الشمس وجعلها مصدرا للحرارة هذا بالإضافة إلى قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت إذ أخبرهم بأنهم سبحانه وتعالى جعل أصل الشيء نشأتهم من الأرض ورجوعهم عند الموت إليها وبعثهم يوم القيامة كما وضحت الآيات الكريمة قدرة الله تعالى على تهيئة الأرض للعيش فيها كيف أنه هيئها وجعل الأرض ممهدة للعيش والحياة بعد ذلك يوضح للطالب كيف وصف القمر في القرآن الكريم بالنور لأنه جسم معتم يأعكس ضوء الشمس لينير به ظلمة الليل ثم ينتقل الطالب إلى حل وإضاح أسئلة الدرس في اختبار المعلومات وذلك يكون عبر استخراج الآيات الكريمة ومعاني الآيات ثم ذكر أكثر من دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وبذلك يكون عزيز الطالب قد أدركت الآيات والأدلة الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وسوف يستنتج بعضا من الحقائق المتعلقة بالإنسان ونشأة الإنسان والفائدة من خلق القمر ومن خلق الشمس وأيضا أحبة الطلبة خلال هذه الحصة سوف نتلو آيات الكريمة من سورة نوح غيبا ولا بد أن تكون على علم أنك يجد في نهاية هذه الحصة أن تبين معاني المفردات والتراكيب وأن توضح المعنى العام للآيات وأن تتمثل القيم والاتجاهات الإيجابية الواردة في الآيات الكريمة وأن تحفظ وتفهم الآيات الخاصة بسورة سيدنا نوح أسبوعا موفقا مليئا بالخير والبركات أتمنىه لكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر